بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا اللغاء الجديد من على مزئولية لغاء يتجدد اليوم وعدد من الموضوعات والغضايا كالمعتاد مرحبا بكم التطورات الموجودة على الساحة السياسية خاصة بعد أحداث أو غرارات أو إجراءات 25 أكتوبر بدأت في تحول وتغلب في أشكال وأنماط مختلفة بالأمس تحدث غاية قوات الدعم السريع نائب رئيس المجلس السيادي حيميتي تكلم للمجلة أو لموضع الأخبار الشهير بوليوتكو يوروب وتحدث عن موضوعات مختلفة الحديث الأول هو هدد بملف الهجرة غير الشرعية وأننا نعرف أن السودان هو معبر يعني للهجرة غير الشرعية التي تبشي أوروبا تطلع عن طريقة الصحراء وتسهب إلى ليبيا وبعدها إلى البحر الأبيض المتوسط وكل مناطق قرب وشرق إفريغيا تتخذ السودان معبر لهذه الهجرة غير الشرعية وفي السنوات الماضية دي كان في تعاون من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول مع الحكومة السودانية وبالذات مع قوات الدعم السريع كانت بتقوم بالملف دي يعني بشكل مباشر ملف القفل للحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية وده كان بيترتب عليه دعم مالي وبيترتب عليه دعم سياسي وأشكال مختلفة من أشكال الدعم اللي بتوجد غوات الدعم السريع والحكومة من الاتحاد الأوروبي باعتبار أنه ده تعاون في ملف حساس وعارفين أنه ملف الهجرة يعني الاتحاد الأوروبي ولدول الاتحاد الأوروبي ده ملف حساس جدا لأوروبا يعني فبتتعامل معه بشكل كبير حميتي حاول في حديثه لهذه المجلة أنه يرسل رسائل سياسية الرسائل السياسية دي هي بتعبر عن الحالة اللحظية الموجود فيها حميتي والموجود فيها المكون العسكري بشكل واضح جدا يعني الأولى هو التهديد بأنه ما يحرس الحدود هو الجيش السوداني والقوات السودانية وبالتالي ممكن أنها يعني ترخي المزلة بتاعتها الإغلاق دي وتتسبب في حركة الهجرة يعني إلى أوروبا يبدو أنه كان في رد واضح من الاتحاد الأوروبي من بعض الدول فأنه ده ابتزاز ليهم يعني من ضبل حميتي وأنه هو ابتزاز مرفوض يعني ده النقطة الأولى اللي كانت كرد على حديث حميتي اللي حاول عبره أنه يرسل رسائل سياسية واضحة للاتحاد الأوروبي بضرورة دعم الحكومة ودعم البرهان أو هيكون فيه مترتبات على عدم الدعم وهي الهجرة اللي هتكون مستمرة ده كان الواضح من حديث حميتي والرد الأوروبي فيه نقطة تانية برضو تطرق لها حميتي في خلال الحوار نفسه وهو حديث عن تسليم الرئيس السابق البشير للمحكمة الجناية الدولية وضم وضوع العصى والجزرة اللي بيقولوا عليه يعني فأنه أنت ترخي هنا وتقبط هنا بعد الحديث الأول والردود اللي ترتبت على الحديث الأول جاء بموضوع تسليم الرئيس السابق البشير للمحكمة الجناية الدولية عشان يخفف الضغط في التصريح الأول ودوري الحالة اللي بيعبر عنها حميتي الآن هو يعني بعيش حالة بتاع عصى وجزرة يضغط ويرخي يحاول أنه يسبت موقف معناها فعليا في ضغط على المكون العسكري في ضغط على الدعم السريع في ضغط سياسي موجود وبالتالي هم بيحاولوا يعني يتناولوا أو يتعاملوا مع الجانب الأوروبي ويخاطبوا العالم بهذه اللغة وضي واضحة جدا طبعا عبدالله حمدوك ودي برضو بتوضح حالة الخلاف الموجود بالرغم من التوقيع على الاتفاق السياسي تم التوقيع على الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر لكن هذا الإعلان أو الاتفاق السياسي يبدو أنه تم بضغط وده نتيجته ما تم بعده يعني التفاصيل التي تمت بعد التوقيع على الاتفاق السياسي شفنا غرارات حمدوك التعينات، الإعفاءات، الغرارات اللي فيها مواجهة حقيقة مع البرهان بشكل واضح يعني بحسب ما جا في الإعلام يعني حمدوك اختفى ليومين أو احتكف ليومين احتكاف اختياري في بيته وأصهر من ذلك حماس في مواجهة المكون العسكري وده ظهر بإلقاء غرارات البرهان بتعيين 20 وكيل جديد للوزارات المختلفة ورغبة التامة في إعفاء كل المسؤولين اللي عينهم البرهان وبرضو تكلم عن إنه لن يبغى في منصبه إلا بتطبيق الاتفاق السياسي مع الجيش الذي عاد بموجبه أو يعني أديكم بالتوافق بين الغوة السياسية يعني يبدو واضح إنه المناكفات الموجودة من حمدوك والضغط اللي يعني الآن بدأ يحاصر من الغوة السياسية بعد ذلك الحراكة الموجودة في الشارع يعني بيقى يتخذ غرارات برغم إنه أوقع الاتفاق السياسي وأبدى حسنينية ومضى في الاتجاه أنه يكون جزء من الحكومة والتشكيل وإنه شكل حكومة من الكفاءات لكن واضح جدا إنه في مواجهة حاصلة وفي خط رجعة لحمدوك يعني هو بيختبر في الشارع وطبيعة الشارع وبتعامل مع هذا الواقع فدي وضحت من تصرفات والقرارات التي تم يعني إصدارها وتم إعلانها شفتها مع الإفراج عن المحتغلين يعني تقريبا كل المحتغلين السياسيين في حكومة حمدوك تم الإفراج عنهم وظهروا في الشارع وفي وسائل الإعلام بشكل طبيعي فدي وضحت تماما إنه حمدوك نفس حاجاته والآن هو بيتأهب لمواجهة مع الشركة العسكري دي بتتوقف على موقف المكوين العسكري يعني الدعم الخارجي الدعم الداخلي مدى قوة المكوين إذا وجد إنه المكوين عسكري قوي ممكن يمضي معه للأمام في صفقات بتاعة حكم وشراكة تمشي لقدام أو إذا حسن إنه في ضعف وأنه في يعني رخوة ممكن إنه يتخذ إجراءات أخرى يعني وممكن يلجأ لخيار أنه يستغيل أو يتخذ غرارات بتاعة مصادمة يأسوق البرهان للمواجهة أو يسوق البرهان للصمت عشان كده غرارات 25 دي يبدو إنها هي رسالة صاح أبعدت الحزاب الأربعة والمسيطرة عن الحكم لكن ما زال التعقيد هو سيد المشهد يعني ما في جديد فيه صاح في دعم خارجي يعني مثلا هسي الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو قوتريش يعني دع الشعب السوداني إلى تغليب الحس السليم سماها كده والغبول بالاتفاق السياسي في دعم الاتفاق السياسي التمدة وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالسعي إلى ضمان انتقال سلمي إلى دموقراطية حقيقية في السودان وقال خلال مؤتمر صحفي ينبغي علي أن أدعو إلى الحس السليم أنا أعرف لي كلمة الحس دي هو مستقديمة كده بهذا الشكل أو التريم يعني لكن هي كلمة مقبولة على كل حال قال أمامنا وضع غير مثالي ولكن بإمكانه أن يتيح انتقالا فعالا إلى الدموقراطية وتوجه للمعارضين للاتفاق بأن ما تم بين حمدوق والجيش يجب أن يواصل فيه حتى الوصول إلى حكم مدني محذرا إياهم من التشكيك في هذا الحل حتى قال وإن كنت تفهم سقط الناس فهو سيكون خطير جدا على السودان وتابع ندائي للغوة المختلفة وللشعب السوداني هو أن يدعم رئيس الوزراء حمدوق في الخطوات المقبلة لانتقال سلمي إلى دموقراطية حقيقية في السودان هذا والدعم الخارج الكثير من جهات مختلفة اللي جاء لحكومة حمدوق نحن شفنا دعم كبير جدا من الجهات المختلفة من الدول من المؤسسات من المنظمات دعم مختلف لحكومة حمدوق يعني لهذا الاتفاق السياسي اللي ضم حمدوق واللي ضم البرهان أو المكون العسكري لكن الخلاف الموجود خلاف داخلي يعني الآن الذين خرجوا من المحتقلات ديل حيحاولوا يكونوا راي سياسي حيحاولوا يكونوا موجودين في الشارع مع الناس وإنه يعني يشكلوا ضغط حتى لو ما كان بشكل واضح على رئيس الوزراء عبدالله حمدوق لكن بشكل أو بآخر عبر الحجد الجماهيري وعبر الإعلام حتى يعني ويشكلوا ضغط ينفزوا بها جندتهم فحيبقى في صراع في هذا الاتجاه من ضمن المحتقلين اللي خرجوا تحدثوا أيضا عن أنه تم التعامل معاهم بقسوة أنه يعني ياسر عرمان مستشار السياسي لحمدوق قال أنه تعامل معاهم بقسوة وأنه استفاد من السجن في غراءة القرآن وفي كده في بعض الحاجات اللي هي أنت ممكن تسبب لك الخلوة اللي أنت بتكون فيها وتستفيد منها يعني بشكل أو بآخر فالاتفاق السياسي يبدو أنه يمر بمنعطف خطير يعني الأمر ليس بهذه السهولة الأمر فيه خطورة أنه يعني دب الخلاف البرهان إما يصمت أو يواجه حمدوق يبدو أنه مدعوم ومتحفز لأنه يعني يزأر بغرارات فيها مواجهة للجانب العسكري أو للبرهان على وجه التحديد وده من شأنه أنه يعني يزيد الأزمة الأزمة تزيد بشكل كبير جدا جدا خلال الفترة الغادمة إذا ما تم الاتفاق بشكل أو بآخر وطبعا فيه في عوامل بتلعب دور في الحاجة دي منها طبيعة الحراك في الشارع وطبيعة التفاعل الخارجي يعني مع القضية دي التفاعل الخارج دي عنده تأثير والحراك في الشارع ده كله عنده تأثيره لكن استيقى ما متوفرة واضح جدا إن استيقى بين البرهان وحمدوق غير متوفرة ده أنه الغرارات دي وطبيعة الغرارات وطبيعة المواجهة وطبيعة الحديث اللي أدلبه وحمدوق بعد خرج للإعلام في الفترة السابقة دي ده كله بيؤكد حاجة أنه الأمور ليست على ما يرام يعني ما في تنسيق ما في ترتيب واضح ما في اتفاق كل شخص كل طرف بحاول يتفهم طبيعة الحراك في الشارع طبيعة الإحاطة السياسية الموجودة بعد ذلك يتحرق على أساسه فده الواضح جدا يعني فاصل غصير ونواصل مرحبا بكم من جديد كورونا فيه ازدياد كثير في الحالات وأغلب التغارير التي تجي من الولايات ومن العاصمة أنه فيه ازدياد كثير وفيه قرارات واتخزت لمجابهة هذه الجائحة ولمجابهة هذه الموجة الجديدة اللي بدأت بأرغام كبيرة شفنا الغرارات تميز في ولاية النيل الأبيض ثم ولاية السنار والآن غرار بإغلاق المدارس لخمستاشر يوم وفيه حالات كثيرة حقيقة يعني الحالات المنتشرة كثيرة ولاية الخرطوم الوالي تحدث عن الوضع الأمني الوالي المكلف وطبيعة الوضع الحاصل بشكل عام وتحدث أيضا عن عدد الإصابات بجائحة كورونا يعني تكلمين وقال الوضع يعني فيه عدد كبير من الإصابات ودع المواطنين للاحتراز والتقيد بالإجراءات الصحية والإحترازية اللازمة لمجابهة الجائحة يعني هذا الذي قاله الوالي المكلف بخصوص جائحة كورونا وأنه الوضع خطير جدا اللجنة العليا للطواري الصحية بولاية السنار يعني أعلنت أو أوصت بإغلاق المدارس بالولاية لمدة 15 يوم اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل وداء اجتماع مجلس وزراء الحكومة لأنه الموجة الرابعة وترأسه دكتور عبد الناصر علي حسن مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية وهو الوزير المكلف وأوسط بتفعيل لجان الطواري الصحية بالمحليات ومراغبة الأوضاع بالأسواق وتقييمه في الاجتماع المقبل كما دعت أيضا إلى تكسيف التوعية الصحية بخطورة المرض وضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية عبر إدارة تعزيز الصحة والإعلام وأئمة المساجد والدعاء ولاية السنار أيضا دخلت في الجانب المرتبط بازدياد الحالات طيب في تغرير طبي صادر من وزارة الصحة أمس للحالات المشتوهة بها والمؤكدة ليوم سلاساء 30 نوفمبر يعني من التاريخ هذا فإنه في تسجيل 120 إصابة كورونا مؤكدة وتزعين حالة منها بولاية الخرطوم وستة بنهر النيل وخمسة بالشمالية وسبعة بولاية القضارف وخمسة ولاية الجزيرة وحالة إصابة واحدة في كل من ولايات شمال كوردوفان وشمال وجنوب دارفور كسلة والنيل الأبيض وأشار التغرير إلى تسجيل أربع حالات وفاء منها اثنين بولاية القضارف وواحدة بالولاية الشمالية وواحدة بالولاية الجزيرة والعدد الكلي للحالات الاشتباه منذ بداية الجائحة التي هي الرابعة بلغ 82394 منها 43385 حالة موجبة كما بلغ عدد متعافين منذ بداية الجائحة 351314 متعافيا يعني عداد كبيرة عداد كبيرة جدا وده يتطلب تعامل جديد مع الجائحة ومع الواقع ده لأنه يبدو أنه الموجة الرابعة ويبدو أنه الحالات في ازدياد والمتابع بشكل عام كده بلغي أنه الحالات فعلا زايدة يعني المتابعات العادية غير التغارير اللي بتجي رسمية يعني وهي بتصهر الحالات والوضع الحاصل لكن المتابع بيشوف أنه في ازدياد والوكد يعني مناسب جدا لانتشار الجائحة باحتبار أنه فصل الشتاء والأجواء حتكون باردة وبالتالي يعني أنت حتدخل في مزألة أنه يكون في فعلا جائحة رابعة مع مشكلات بنواجهها في يعني مشكلة العلاج الدواء يعني حتى نحن عندنا مشكلة في الأسرة في الأكسجين مراكز العزل حدث ولا حرج فدي كلها مشكلات كبيرة بتواجهها الناس بالتالي بتطلب أنه يكون في تعامل مع الواقع ده بشكل جديد أنه الناس تتعامل فعلا بحذر عشان الموجة الرابعة دي تمر لأنه حتتسبب في كوارث للناس حتتسبب في إشكاليات كبيرة جدا للناس في وضع البلد الاقتصادي والانهيار الموجود في الوضع الصحي بشكل عام يعني فدي محتاجة معالجات محتاجين الناس ينظروا لها بشكل مختلف التغارير دي كلها تغارير مخيفة لأنه في حالات كثيرة جدا إذا كان حالات الاشتباه كلها 82 ألف وفي 43 ألف حالة مؤكدة ده عدد كبير عدد بيستحق أنه يتعامل معه الناس بشكل حقيقي بشكل فيه جدية أكتر لأنه الوضع لا يحتمل فاصل غصير ونواصل أهلا بكم من جديد أدى أمام رئيس ملك السيادة الانتقال عبد الفتاح البرهان مولان عبد العزيز فتح الرحمن عبد الدين الغسم رئيسا للغضاء وهو كان الرئيس الغضاء المكلف في الفترة السابقة وبعد اجتماع مجلس السيادة بالأمس تم الموافقة على تعيينه بشكل رسمي رئيس للغضاء هذا في إطار استكمال هياكل السلطات القضائية والحقوقية وأنا أفتكر تعيين رئيس الغضاء خطوة كويسة وتعيين النائب العام المحكمة الدستورية كلها إجراءات مطلوبة لإكمال العدالة وخاصة أن هناك معتقالين وهناك سجون ممتلئة بالناس وفي مشكلات كبيرة وحقية بتواجدها الناس تحتاج إلى علاج وتحتاج إلى مراجعات وأنا أفتكر أن المضي في استكمال هياكل السلطة العدلية والغضائية هذه خطوة مطلوبة ومهمة وضرورية في الفترة القادمة مع ذلك تابع الناس صباح اليوم إطلاق سراح الغيادة من مجلس الصحوة السوري علي رزق الله الشهير بالسافنة بعد اعتقال دام خمس سنوات علي رزق الله السافنة تم اعتقاله قبل خمس سنوات في العام 2017 في أرض المعارك وكان بحارب وكان عنده موغف كان صالح جاء في اتفاق وسماعات للقتال مرة أخرى وتم اعتقاله منذ ذلك الوقت ولم يفرج عنه إلا اليوم ودي خطوة برضو في الاتجاه السليم في المعافاة الداخلية والاجتماعية فانك انت تستكمل يعني مطلوبات الصلح والعفو بين الناس خاصة اذا كان في دارفور والمشكلات الموجودة والتعقيدات الموجودة في دارفور لكن تستكمل هذه الإجراءات وهذه الأشياء بإجراءات أخرى إجراءات مرتبطة بالعمل الحقيقي لاستكمال الإفراج عن المعتقلين مع تشكيل هياكل السلطة القضائية والعدلية بشكل كامل دمي شأنه أنه يعالج الأزمات الموجودة يعني بين المجتمع السوداني واللي هو ترسيخ العدالة لأنك ترسيخ للعدالة الحقيقية بين الناس فإذا بالتالي يعني بتقدر تنهي كثير من المشكلات إذا كان تعيين رئيس الغضاء اليوم بشكل رسمي تبعه أو جاء بعده تعيين النائب العام ثم المحكمة الدستورية بالتالي كده منصات العدالة والغانون اكتملت وتمضي في الإفراج عن المحتقلين وتقديمهم لمحاكمات يعني كل طرف كل جهة كل شخص تجاوز ارتكب جرم ارتكب شيء يقدم لمحاكمات بشكل عادل وذي بتكون يعني مقبولة بالنسبة لانقطاع الكهرباء والغطوعات التي بدأت تعود للسطح مرة أخرى وبرمجة جديدة كانت قاسية جدا في وقت يعني ما وقت مناثب يعني لا صيف ولا غيره عشان تكون في مشكلات لكن دي مشكلة مرتبطة به الأزمة الموجودة بتاعت الفيرنس ومشكلات كبيرة جدا المدير العام لشركة السودانية القابضة للكهرباء المهندس عثمان ضوالبيت أعلن عن تخفيض ساعات انقطاع الكهرباء والحقيقة أول مرة يتكلم في الأزمة الأخيرة دي وهو قال في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن مشكلة العجز بين الانتاج الكهربائي والاستهلاكي ستصل غائمة ما لم يتم إدخال محطات جديدة مثل قرية ثلاثة التي يحول نقص يحول نقص التمويل دون تنفيذة يعني الآن في مشكلة في قرية ومشكلات محتاجة أموال من وزارة المالية أنها توفر بها العجز الموجود في القهرباء فالمشكلة مشكلة مالية يبدو أنه المالية ما عندها أموال والحكومة مفلسة يعني وده السبب في عدم وجود الفيرنس أنه في محطات في قرية ومدبكرات فيها مشاكل فنية محتاجة صيانة ومعالجات يعني مشكلة الكهرباء برضو مشكلة النظافة الناس بيشكوا كثير جدا من النظافة في الخرطوم العاصمة والولايات طبعا يعني التغيرات السياسية والظروف وكده هيئة نظافة الخرطوم وولاية الخرطوم بطيئة جدا في العمل بطيئة جدا في الاستجابة بطيئة جدا في التجاوب مع المطلوبات النظافة فبالتالي العاصمة متسخة جدا وده شكل غير حضاري وشكل غير مقبول وشكل يعني بيرسل رسائل غير إيجابية عن العاصمة التي يفترض تكون حضارية فده دور الدولة بالرغم أن المواطن أيضا عنده دور وعنده يعني واجب مفروض يقدمه في الاهتمام بالنظافة والمساعدة فيها لكن الدور الكبير والحقيقي هو للدولة الدولة يفترض أنها عندها آلياتها البساعدة عن النظافة إذن المشكلات الخدمية موجودة الكهرباء المياه يعني المواصلات متوفرة إلى حد ما بعد ارتفاع الأزعار طبعا ومشكلة الكهرباء هي المشكلة التي يتواجه الناس الآن بشكل مباشر أنه في مشكلة في الكهرباء تستحق أنه يعالجها ويوفر لها التمويل لأنه مشكلة مالية ما مشكلة مرتبطة بتوليد مائي ولا كده في مشكلة في نقص الفيرنس في مشكلة في الصيانات في مدباكر وفي قرر ثلاثة مشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللغة حتى أجيب الملتغى في أمان الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا